بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشخف الخلق أجمعين أبناء بناتي تلاميذ المستوى الأول ابتدائي مرحبا بكم مجددا في درس جديد في مكون النشاط العلمي تحت عنوان كيف أميز بين الحيوانات إذن قبل الشروع في درسنا الحالي سوف نقوم بتدقير مختصر للحصة السابقة تتذكرون يا أعزائي أننا قد تعرفنا على كيفية حصول الحيوان المفترس على غذائه ورأينا أنه يعتمد على عملية الصيد للحصول على فريسته أي غذائه وتعرفنا أيضا على مراحل الصيد عند هذا الحيوان إذن هناك أربع مراحل أولا يحدد مكان الفريسة أي يتربص بالفريسة ثانيا يتجه نحو الفريسة ثالثا يمسك بالفريسة وينقض عليها رابعا يأكل الفريسة إذن خذوا معي الآن الصفحة رقم 73 من كتابي النشاط العلمي يا أطفالي دائما نستهل حصتنا من وضعية الانطلاق أي مشاهدة الصور أدعوكم الآن لملاحظة الصور التالية إذن ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ جيد نشاهد في الصورة الأولى تمساحا يبرز أسنانه الحادة والمسننة أما في الصورة الثانية نلاحظ طائرا كاسرا يبرز من قاره ويمسك بفريسته بمخالبه الحادة أما في الصورة الثالثة والأخيرة فإننا نرى بقرة تبرز أسنانا كبيرة ومسطحة إذن انطلاقا من دراستنا لهذه الصورة فإننا نلاحظ أن أفواه الحيوانات اللاحمة تختلف تماما عن أفواه الحيوانات العاشبة الآن سوف نمر لطرح التساؤل هيا خذوا معي أقلامكم واكتبه سوف أقرأ التساؤل كيف أميز بين الحيوان العاشبة والحيوان اللاحم سوف أعيد كيف أميز بين الحيوان العاشبة والحيوان اللاحم سوف نقترح ما يلي أي سوف نقترح الجواب قد يكون شكل الأسنان وشكل المنقار يمكننا من التمييز بين الحيوان اللاحم والعاشب سوف أعيد قد يكون شكل الأسنان وشكل المنقار يمكننا من التمييز بين الحيوان اللاحم والعاشب الآن قبل الإجابة عن هذه الأسئلة المدونة في الكتاب أدعوكم الآن لمشاهدة هذه الصور التي توضح أسنان بعض الحيوانات اللاحمة وبعض الحيوانات العاشبة وصور أخرى تبين مناقر بعض الطيور اللاحمة والعاشبة تابعوا معي وركزوا أكثر لاحظوا في السورة الأولى لدينا نظام الأسنان عند النمر وكما تعرفون يا صراري أن النمر هو حيوان لاحم له أنياب كبير وحادة له قواطع صريرة أي أسنان صريرة أماميه وله أدراس من شارية أما في السورة الثانية فهناك نظام الأسنان عند الخروف والخروف هو حيوان عاشب لديه قواطع وأدراس أما الأنياب فمنعدمة ننتقل الآن لملاحظة منقار الطائر الكاسر ومنقار العصفور كلتا المنقارين يختلفان عن بعضهما إذن انطلاقا من تحليلنا ومشاهدتنا لهذه الصور سوف نقوم الآن بالإجابة عن الأسئلة سوف أقرأ السؤال رقم ثلاثة هيا تابعوا معي بشكل جيد أكتب الجملة المناسبة تحت كل صورة منقار عادي أسنان حادة منقار قوي وحاد أسنان مسطحة الآن سوف نقوم بمشاهدة الصورة الأولى والثانية هيا ماذا تشاهدون في الصورة الأولى؟ جيد نشاهد في الصورة الأولى أسنان مسطحة وماذا ترون في الصورة الثانية؟ أحسنتم نرى أسنان حادة ننتقل الآن للصورة الثالثة والرابعة كيف هو منقار هذا العصفور؟ جيد منقار منقاره عادي وكيف هو منقار هذا الطائر الكاسر؟ أحسنتم له منقار قوي وحاد من خلال ملاحظتنا لهذه الصور نستنتج ما يلي شكل منقار الطائر اللاهم يختلف عن مناقر باقي الطيور أي شكل منقار الطائر الكاسر يختلف عن مناقر باقي الطيور شكل أسنان الحيوانات اللاحمة مختلف عن أسنان الحيوانات العاشبة نمر الآن لنستخلص ما يلي الآن سوف نكتب عصارة ما درسناه سوف أقرأ السؤال أملأ الفرار بالكلمات المناسبة منقار قوي وحاد حادة ومسننة أفواهها مسطحة إذن نميز بين الحيوانات العاشبة واللاحمة من خلال ملاحظة أفواهها وهذا ما درسناه الحيوان اللاحم له أسنان حادة ومسننة تساعده على افتغاس فريسته والعاشب له أسنان كبيرة ومسطحة وليس لديه أنياب أحسنتم جل الطيور اللاحمة لها منقار قوي وحاد خلافة باقي الطيور الآن سوف نمر لأعبئ تعلماتي سوف أقرأ السؤال فقط وأنتم سوف تجيبون عنه أضر علامة في تحت صورة أسنان الحيوان اللاحم سوف نميز بين أسنان الحيوان اللاحم والعاشب الآن سوف أترككم للإجابة عن هذا السؤال لإدراك مدى استعابكم لهذا الطرس إلى اللقاء دمتم في رعاة الله إلى اللقاء على خطوة substitution منظر بس lavorي الولي لحي scheint يقدم 8 لا